إذا أردت هدم بلد ما فابدأ بمحو ماضيه ثم شوح حاضره واستهدف مستقبله وفقاً لهذه القاعدة تتعامل ميليش الحوثي مع اليمن كوطن شاءت الأقدار أن يقع فريسة لجماعة ممترئة بالحقد على اليمن وتاريخه وشعبه وكل ما يتعلق باسمه ويتصل بهويته نشاط متصاعد لميليش الحوثي في نهب وتهريب وبيع آثار اليمن كجزء من مخططها الإرهابية الطائفية الرامي لطمس الهوية اليمنية الحميرية الأصيلة الضاربة جذورها في عمق التاريخ إضافة إلى سعيها بالتربح ومضاعفة أرصدة قياداتها البنكية في أسلوب يفصح عن لصوصية الجماعة وقادتها تقرير حديث لموقع المصدر رصد حركة ناشطة لنهب الآثار في محافظة إب من قبل شبكات ترعاها قيادات حوثية مؤخرا كشفت حادثة نبش جديدة في إحدى بلدات مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب عن خطورة الوضع المتعلق بالآثار بعد انتشار مافيا تقوم بالتنقيب بأجهزة حديثة وفرتها ميليش الحوثي مدينة جبلة هي الأخرى التي كانت عاصمة الدولة الصليحية في عهد الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي والمشهورة بالملكة أرواه باتت واحدة من المدن التي تتعرض مع علمها التاريخية للإهمال وآثارها للنهب من قبل عناصر وقيادات في ميليش الحوثية العبث والاعتداء على المواقع الأثرية والتاريخية وصل حد قيام مسلح حوثي يدعى عبد السلام الأنباري ببناء مطبخ وحمام فوق جامع القاضي التاريخي في مدينة جبلة بحسب شهود عيان وضمن مسلسل النهب والتخريب للآثار وفي نهاية نوفمبر من العام 2021 تعرض ضريح الشيخ جمال الدين بن علي الحداد بعزلة عينان في مديرية السبرة لعملية تخريب متعمدة من قبل عصابات تعمل في المتاجرة بالآثار آثار منطقة ضفار بمحافظة إب أيضا في يناير من العام الماضي كانت مسرحا لعمليات نهب وتهريب وحفر عشوائي وسرقة كمية من الآثار منها تمثال برونزي وموميا قديمة وختم أثري يعود للدولة الحميرية والكثير من القطع الأثارية التاريخية عمليات نهب وتهريب الآثار اليمنية بمحافظة إب وغيرها من المحافظات اليمنية التي تتم بإشراف قيادات ميليش الحوثية يمكن اعتبارها أكبر عملية لصوصية يتعرض لها آثار وتراث وإرث اليمن في التاريخ الحديث هذا فقط ما ظهر للعيان وما خطيه أعظم